أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اهتمام الدولة البالغ بتهيئة الظروف اللازمة لجذب الاستثمارات وتحفيز الشركات الكبرى على التوسع في أعمالها في السوق المصرية جاء ذلك خلال اللقاء رئيس مجلس الوزراء مع العضو المنتدب لشركة هاير الصينية أحمد الليندي وعبر رئيس الوزراء عن تقديره لنموذج مجمع هاير الصينعية المتكامل بالعشر من رمضان الذي نجح بعد عام واحدا من حصوله على رخصة ذهبية في تنفيذ المشروع وبدء تشغيله والإنتاج به أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي على الأهمية الاستراتيجية لمحصول الأرز باعتباره أحد مكونات الغذاء الرئيسة للمواطن فضلا عن الأهمية الاقتصادية لزراعة ذلك المحصول الذي تمتلك مصر فيه ميزة نسبية وخلال الاجتماع الذي عقده لمتابعة موقف زراعة الأرز والأليات القائمة والمبتكر لتعزيز إنتاجيته وتوفيره في الأسواق للمستهلكين أكد مدبولي ضرورة الالتزام بالمساحات المحددة بشأن زراعة محصول الأرز مشددا على أهمية استنباط أصناف من التقاوى قليلة استهلاك المياه وكثيفة الإنتاج في الوقت ذاته بما يؤدي بدوره إلى زيادة عرض السلع في الأسواق وخفض أسعارها كما وجه رئيس الوزراء بأعداد خطة للعمل وفق خلال السنوات المقبلة تتضمن التوسع في استنباط وزراعة الأصناف الموفرة لاستهلاك المياه بما يضمن توفير ما لا يقل عن 20% من كمية المياه المستخدمة في زراعة الأرز سنويا شدد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي على ضرورة مراجعة المساحات المزروعة فعليا بصورة دقيقة وكذا تحديد التوسعات المستقبلية لتحديد كميات الأسمد الفعلية المطلوبة للسوق المحلية حتى يتسنى تحديد الكميات التي يمكن تصديرها لضمان تحقيق أقصى استفادة من الكميات التصديرية وخلال اجتماعه لمتابعة موقف منظومة إنتاج وتوزيع الأسمد الزراعية أكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي بهدف دفع جهود صناعة الأسمد الزراعية لتوفير احتياجات السوق المحلية وزيادة فرص التصدير فضلا عن العمل على تحقيق الضغط لمنظومة توزيع الأسمد بما يقدم مصالح المزارعين وشهد الاجتماع عرض تقريرا حول منظومة توزيع الأسمد الأزوتية باعتبره النوع المدعم من الأسمد مشيرا إلى جهود تطبيق منظومة أحكام الرقبة على تدول الأسمد المدعمة لضمان وصول الأسمد من مصنع الانتاج إلى منافذ توزيع المختلفة بجميع المحفظات وفي سوق المال أنهت البورصة المصرية وتعاملات جلسة اليوم بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بمشتريات المتعاملين المصريين فيما مالت عاملات العرب والأجانب وسط تدولات بلغت 4.8 مليار جنيه وربح رأس المال السوقية 19 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.3 مليار جنيه أما على صعيد المؤشرات فارتفع مؤشر EGX 30 بنسبة تقدر ب91 مليار بالمئة ليغلق عند مستوى 29.667 نقطة كما صعيد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسط EGX 70 بنسبة تقدر ب1.18 مليار بالمئة ليغلق عند مستوى 6.833 نقطة وصعيد مؤشر EGX 100 بنسبة تقدر ب1.17 مليار بالمئة ليغلق عند مستوى 9745 نقطة أما في أسواق البترول العالمية تراجعت أسعار النفط للجلسة الثالثة على التوالي في ظل تأثير محتمل من ارتفاع مغزونات الخام الأمريكية والمخاوف الخاصة بالطلب العالمي أناجم عن بيانات اقتصادية ضعيفة من الصين واحتمالات قاطمة بشأن خفض أسعار الفائدة وهبطت العقد الأجلة لخام برينت بنسبة 2.77 من مئة بالمئة لتصل إلى 87.53 دولار للبرميل كما تراجعت العقد الأجلة لخام غربي تكساس بنسبة 2.8 من عشر بالمئة لتصل إلى 82.97 دولار للبرميل وارتفعت كذلك أسعار المزوط عالمياً بنسبة 2.84 من مئة بالمئة لتصل إلى 2.57 دولار للترة كما انخفضت أسعار الغازي الطبعية بنسبة 1.15 من مئة بالمئة لتسجل 1.71 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية أغلقت معظم أسواق الأسهم في الخليج على انخفاضاً لتواصل خسائر الجلسة السابقة حيث أكد مسؤولون في البنك المركزي الأمريكي أن أسعار الفائدة من المرجح أن تظل مرتفعة لفترة أطول وانخفض المؤشر السعودي الرئيسي وأيضاً مؤشر برسطي دبي وأبوظبي بنفس النسبة وهي 3 من 10 بالمئة كما استقر المؤشر القطرية عند الإغلاق صاعدت الأسهم الأوروبية بعد عمليات بيع قوية في الجلسة السابقة مدعومة بتقرير الأرباح الفصلية لشركات السلعة الشخصية وأغلق المؤشر السلعة الأوروبية مرتفعاً بنسبة 2 من 10 بالمئة بعدما سجل أسوأ يوم له في 9 أشهر في الجلسة السابقة بفعل المخاوف من تصاعد التوتر الجيوسياسية وزاد مؤشر أسهم السلعة الشخصية والمنزلية بنسبة 1.8 بالمئة كشفت رئيسة الوزراء الإيطالية جوجيا ميلوني عن أن بلادها ستقدم إلى تونس تمولات حكومية نقدية وتسهيل ائتمانياً بقيمة إجمالية تبلغ 105 ملايين يورو ذلك في إطار جهود روما لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول الأفريقية والحدي من الهجرة غير شرعية إلى أوروبا جاء ذلك خلال زيارة رئيسة الوزراء الإيطالية لتونس وإجتماعها مع رئيسة تونسية قيس سعيد نحن نعلم أن تونس لا يمكن أن تصبح وجهة للمهاجرين الذين يصلون إلى بقية أوروبا لذا نريد إشراك المنظمات الدولية والعمل على عمليات الإعادة إلى الوطن ولكننا نريد كذلك العمل بشكل خاص على التدفقات المنتظمة من خلال مرسوم يسمح لحوالي 12 ألف مواطن تونسي مدرب بالقدوم إلى إيطاليا بشكل قانوني وأعتقد أن إيطاليا يمكنها أن تفعل الكثير في جبهة الهجرة القانونية بدأت أكبر نقابة عمالية في اليونان إضراباً لمدة 24 ساعة مما أثر على وسائل النقل العام والعبرات المتجهة إلى الجزر ودعا للتحاد العام للعمال اليونانيين إلى الإضراب احتجاجاً على غلاء المعيشة وللمطالبة بزيادة الأجور وإعادة العمل بالتفاوض الجماعية وأدى الإضراب إلى وقف خدمات العبرات المتجهة إلى جزر بحر إيجي والبحر الآيوني وقطار الأنفاق في أتينا كما توقعت سيرات الأجرة والحفلات لفترات في الإضراب الذي شارك فيه الأطباء المناوبون في المستشفيات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر